شهدت الإدارة العامة للدرك الوطني مناسبة غرس عدد من الشتلات وذلك متابعة لفعاليات الأسبوع الوطني للشجرة بتنظيم من النظام الوطني للمهندسين المعماريين بشات ترأست المناسبة الأمينة العامة النائبة بوزارة البيئة والصيد تقرير محمد حسن آدم في إطار نشاطات الأسبوع الوطني للشجرة دورة العام 2017 جاءت هذه المناسبة بهدف غرس عدد من الشتلات بمقر الإدارة العامة للدرك الوطني وذلك بمبادرة من النظام الوطني للمهندسين المعماريين بشاد حيث ابتدأت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل المدير العام للدرك الوطني الجنرال إيلينغار أرغومتي واتلته كلمة رئيس النظام الوطني للمهندسين المعماريين بشاد السنوسي أحمد سنوسي الذي عكد أهمية الأشجار في التوازن البيئي ومكافهة التغيرات المناخية من جهتها الأمين العام النائب بوزارة البيئة والصيد سعدي أسمن دابا أشادت بهذه البادرة التي توافق مع السياسة السلطات العليا في البلاد أرغامية إلى الهفاظ على البيئة ومكافهة الزحف الصهراوي مضيفة بأن وزارة البيئة والصيد تسعى جاهدة في تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بحماية الحياة البرية من عجل خلق بيئة ملائمة وصالحة تساعد في تنمية العلم الريفي كما طلبت من أفراد الدرك الوطني الحفاظ على الشتلات والإناية بها بغية الاستفادة منها في المستقبل وفي ذات السياق ترأس الأمين العام لإقليم ماجراء الانطلاق الرسمية لحملة تشجير المدينة بمناسبة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2017 محمد عثمان بشير كغيرها من الأقلمة الشادية مدينة مونغو حضرت إقليم ماجراء تشهد الانطلاق الرسمية لنشاطات الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2017 حيث أطلق هذا الأسبوع الوطني الأمين العام لإقليم مجراء بهضور مندوب التنمية الريفية بالإقليم بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإداريين والتقليديين وممثلاء المنظمات الغير الحكومية المندوب الإقليمي للتنمية الريفية بجراء عبد الله أبو نصر أكد عن مدى الأهمية الكبيرة التي توليها الأشجار في حياتنا اليومية بينما الأمين العام لإقليم مجراء جرابي دينجاميو أكد بأن التغيرات المناخية التي تنتج عنها الكثير من المؤثرات السلبية كالحرارة والتلوث البيئة لا يمكن محاربتها إلى عبر غرس الأشجار وتتواصل عمليات غرس الأشجار والشتيلات بكامل أرجاع الإقليم خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2017 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر